كثير منكم ينتظرون هذه الدورة مننا نعم من خلال هذه الدورة أيضا سوف أرجع منكم محترفين في اللغة SQL وأيضا بالقواعد البيانات MySQL وأيضا بكل تأكيد سوف أرجع منكم محترفين في إنشاء مواقع دخمة إن كنت مبدد وليس لديك خبرة في اللغة البرمجة SQL فهذه الدورة مناسبة بالنسبة لكم وحتى إن كان لديك خبرة سابقة أنصحكم بمشاهدة هذه الدورة الذي سوف أرجع منكم محترفين في اللغة SQL بأسهل طريقة بالنسبة لذين لا يعرفون اللغة SQL بالاختصار اللغة SQL هو لغة برمجية يتم استخدامها للتعامل مع القواعد البيانات أثناء هذه الدورة سوف أقوم باستخدام قاعدة بيانات MySQL ولكن الهدف أن تتعلم اللغة SQL فهذا يعني بعدما تتعلم لغة SQL يمكنك أن تقوم بالتحديد بنفسك أي قاعدة بيانات ترغب بها مثل قاعدة بيانات SQL Server MySQL أو مثل قاعدة بيانات Oracle أو Microsoft Access وأيضا كثير من القواعد البيانات الأخرى اللغة SQL يتم استخدامها للتعامل مع البيانات فهذا يعني يتم استخدامها لحفظ البيانات في قاعدة البيانات التي سوف تقوم بتحديدها أو لحصف البيانات أو للتحديث البيانات أو لجلب البيانات أو لإضافة البيانات الكلمة SQL يكون مختصرة من كلمة Structured Query Language يعني لغة قواعد البيانات بالاختصار اللغة SQL يتم استخدامها للتواصل مع قواعد البيانات سبب أننا أرغب باستخدام قاعدة بيانات MySQL لأنها مجانية بشكل كامل ويمكن للجميع استخدامها أكثر بعض قواعد بيانات أخرى مثل SQL Server يجب عليك أن تدفع مصاري لكي تتمكن من استخدامها للتذكير أول زور للغة SQL كان في عام 1974 بنهاية هذه الدورة سوف تكون محترفا في اللغة SQL وغاية كيفية استخدام قاعدة بيانات MySQL وكرر يمكنك أن تقوم بالتحديث بنفسك أي قاعدة بيانات ترغب باستخدامها بجانب اللغة البرمجة SQL أنت الحر في الاختيار وأيضا بنهاية هذه الدورة سوف تحصل على شهادة يثبت على أنك تملك خبراء في اللغة SQL وأيضا قاعدة بيانات MySQL أراكم في الدرس القادم لكي أجعل منكم محترفا خطوة خطوة هيا بنا لنتعلم